ما حكم قراءة القرآن الكريم دون طهارة دون طهارة لها معنيين دون طهارة الحدث الأسقر يجوز يعني إذا كان ناقض الوضو يجوز أنه يقرأ سواء كان غيب أو يقرأ في المصحف مصحف الجوال أو في العيباد يجوز لأنه ما يلمس المصحف المصحف بينك وبين الشاكة أما إذا كان في المصحف اللي هو العادي ذا فإنه لا يمسه إلا طاهر والدليل آية هو حديث الآية قول الله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يرى بعض العلماء أنها في البشر وليست الملائكة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر متوضع أما يا إخواني إذا كان الطهارة من الحدث الأكبر جنابه فهذا لا يجوز لأن أمرها بيدك أمر جنابه بيدك متى ما بغيت رحك تسأله وخلص صحيحك أما إذا كان الحدث حيض عند المرأة أو النفاس فإنه في حكم الوضوء بالنسبة لها لأنها مسكينة لا تستطيع أن ترفعه سيجلس معها الحيض مثلاً سبعة أيام والنفاس أربعين يوم فما حرمها إن شاء الله القرآن والسنة من القراءة في المصحف بحائل إما بقفاس أو من الجوال أو من الآيبادة أو نحو ذلك نعم نعم